مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر سيكون أمام المترشقين 21 يوماً لعرض برنامجهم وإقناع المواطنين بأفكارهم وتصوراتهم 21 يوماً سيجبون فيها مختلف ولايات الوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه الهاجس الأكبر تعبئة المواطنين وكسر العزوف الانتخابية عبدالعالي حساني ويوسف أشيش مترشحان من خلفية حزبية فما هي خطة أحزابهما لرفع نسبة المشاركة؟ وما هي الأليات التي ستتخذ من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين للذهاب نحو سنديق الاقتراع والتصويت لصالح المترشحين؟ إحدى التحديات التي يجب أن نرفعها هو استقطاب اهتمام الجزائريات والجزائريين للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي لأن الجزائر اليوم بالنظر إلى الظروف الجيوسياسية التي توحيط بالبلاد هي بحاجة إلى أن ينبثق عن هذه الانتخابات رئيس يحظى بتأييد شعبي وبشرعية شعبية كما الجزائريات خرجوا داروا حراك شعبي في 2011 بالملايين اليوم الجزائريين والجزائريات يجب أن يتجندوا من أجل حراك انتخابي عمل كبير ينتظر كل من حركة مجتمع السلم وحزب جبهة القوى الاشتراكية وحتى حركة النهضة التي أعلنت عن دعمها للمترشح عبدالعالي حسان شريف خاصة فيما تعلق بكسر الجمود السياسية وتحريك الطبقة السياسية من أجل كسر العزوف الانتخابي والتصويت نحن في حركة مجتمع السلم أولاً نمتلك حاضنة شعبية كبيرة معروفة وهناك دعم من كثير من الشخصيات وحتى من أحزاب سياسية على رأسها حركة النهضة وشخصيات سياسية ووازنة ومجتمعية ونخب فلذلك كل هؤلاء سيساهمون بلا شك في رفع نسبة المشاركة وفي توسيع الحاضنة فنحن جاهزون لهذا الاستحقاق وبلا شك أن الحملة الانتخابية التي سنقوم بها نحن معولين نقوم بحملة إبداعية حملة جديدة حملة تتناسب مع السياق الموجود عددنا كل شيء عددنا برامج التجمعات خطاب عصري بعيداً عن لغة الخشب الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي لتنشيط حملة عصرية تواكب 2024 التركيز على إيجاد الحلول للمرحلة المقبلة بعيداً عن الوعود الواهية كلها أمور ستساهم في كسر العزوف الانتخابي والرفع من نسبة المشاركة